رأيك في اللي المغرب بتعمله في البطولة ده النظام اللي عندهم في البلد النظام الدوري الصرامة في تنظيم دوري قوي جدا ومفيش كبيره صغير العدالة موجودة في غض النظر عن اللي كونه دول محترفين طبعا ده قصة تانية عندهم 350 لعيب محترف نتكلم في 92 مش عارف فين و 86 فين تخيل انت لو مدارد منتخذ كابت الطارق وبتنقل من 350 لعب محترف فيه كده في الدنيا انت عندنا تسعة لعيبة احنا عندنا تسعة لعيبة بالعدد ومع كامل لاحترام ليه انا بقولك تسعة ومنهم مثلا اتنين او تلاتة بس اللي هم يعني يسندوك والبقى كله بيجوا مع العفزة احترام تغنير اليوم لكن في المغرب تتكلم على 350 لعب محترف في اوروبا بس ده غير اللي في الدول العربية يعني حتى الرجل المناحي ده اللي هو الوحيد اللي محترف هو المحلي سوري النهاردة لما لعب كان اسمه ايه الباكليفت التحمر اللي تعاور اسمه ايه مزراوي اه مناحي ده لعب مكانه تحس ان هو محترف تحس ان هو بلاعب فهروب اعطيت الله اعطيت الله اعطيت الله ده الوحيد اللي محلي اه فاهمني لما لعب مكان باسمه مزراوي مزراوي ده اه مزراوي برميني عامل جيم هاي مخافش ما تحس ان هو لعب محترف زيه ليه بقى خلاص هما طابعوا عليه فلما يبقى عندك الآيما الثلاثين محليين في فرق شاسع. ليه هم عندهم انفتاح. ما عندهمش بقى حتة التمسك بالكرسي. لا الجمهور يموتني الجمهور. لا ده بيطلع يحترف من 18-18 سنة. ايوا. في فرنسا في انجلترا في ايطاليا في اي حتة في العالم. اه. يرجع له على 23 سنة مستوي. لعيب محترم. مكتمل النمو. عنده قدرات احترافية عالية جدا. عشان كده انت دايما اي مدرب بيجا كريم من مصر. منتخة مصر. بياخد كل محترفين. بغض النظر. بغض النظر. يعني تقض هنا تقول ده فالله ده هستمينه. يقول لك لا انا اخد المحترفين. ليه بقى? لان هو عايش عايش احتراف برا. صح. فهييجي طبق نفس الكلام اللي عايشه برا. صح. بعكس اللعب المصري هنا هنا بيروح وبيزهر ومشع في ايه وديها بالنسبة له. ما فيش الاحتراف اللي عايشه الكامل اللي عايشه اللعيب اللي برا. حتى لو قدراته زي ما تقول اقل. لكن في المغرب لا احتراف احتراف. ولعيبة وماذا جدا. وبعدين. اتفضل. الراجل رجراجي ده. ولي ده رجراجي. يعني خليه زيش ده كان عام مشاكل كتير جدا مع اللعيبة. لكن الرجراجي ده لما جيه. اول حاجة عملها ايه. لم الفرقة. لم الفرقة وجاب اللعيبة اللي الجمهور بيحبها. صحيح. يعني مسلا رجع. حاكم زياش. صحيح. عيني. اه شوف حاجة كان موجود. حمد الله. حمد الله المهاجب. اه لا اه. اسم الى هو الابوداء ده فوال. اسمه فوال. ولا اسمه اسمه ايه. بزيت اسمه. رابط. لا. اه اه بوفال. شوف يا بوفال. سوري. معلش انا في الاسماء. لا منها. بوفال ما كانتش موجود ايام خليه زيش. ده انت تعطينا في التريندات. انا بتش عارفها لاحق عليك كابتن طارق. كل شوية يقوله. تريند كابتن طارق يحيا. تريند كابتن طارق يحيا. بس. فبوفال مسلا ما كانتش موجود ايام خليه جيت. طبعا. فطبعا جابه. فدول بيحبوه. ملعابة كويسة. اه. النهاردة احسن لعيبة. كانت موجودة. اللي ضموهم جديد. اه. ليه هو مقتنع بيهم. اه. وعرفهم. صحيح. وعملوهم اه اه اعداد نفسي كويس. واعادة اه اه تجديد دوافع غير طبيعية. لان انت اللي ما بت 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 يا كريم في ميزة وعيب. تسبت التيم خلاص بقى انا مش هتشال. لكن لما تجيب لعيبة جديدة. وده وافع تتجدد ويبقى فيه دم جديد. تلاقي كله بي.